وشرة من الناصر المحامي أحمد مهن عضو اللجنة المركزية في الحركة العربية للتغيير كما أرحب من رمالة بالكاتب والمحلل السياسي السيد هاني المصري وأرحب في الاستوديو بالكاتب والصحفي السيد محمد مشارقة مرحبا بكم أبدأ معك سيد محمد 67 عاما على النكبة تحركات في الضفة الغربية وفي غزة وفي الداخل الفلسطيني أيضا كيف تنظر إلى هذه التحركات إذا ما قررناها بالتحركات التي جرت عليها العادة خلال السنوات القليلة الماضية للأسف الشديد يمكن قول أنها تحركات خجولة أنها لم تعد بالشكل القديم أو الشكل التي اعتدنا علي كما ذكرت قبل قليل برأيي أن هناك شعور عميق عند الفلسطينيين بأن قضيتهم عمليا في أزمة وأن واقعها القيادة وواقع أدوات النضال عمليا في أزمة شعور الفلسطيني عمليا بأن المشروع الوطني الجامع لم يعد موحدا ولم يعد موجودا هذه السمة التي جمعت الفلسطينيين منذ النكبة إلى اليوم وكانت مصدر إلهام لعموم المناضلين الفلسطينيين وكذلك للشعب الفلسطيني كي يستمر في نضاله اليوم الفلسطيني ينظر بعد كل هذه الأحوام والأرض عمليا تصادر والجدار يحاصر أرواحهم الفلسطيني يشعر اليوم بأن هناك أزمة قيادة فلسطينية أن هناك انقساما فلسطينيا فلا غروة ولا عجبة أن لا يخرج الفلسطيني بهذه الكثافة في ذكرى النكبة نعم ما رأيك سيد هاني في رمالله يوم أحياء ذكرى النكبة لطالما كان يوم غضب فلسطيني عشرات الألاف ينزلون للشوارع على خطوط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي والحواجز الإسرائيلية ما الذي تغير في ظل وجود أصوات تقول بأن التحركات الآن هي تحركات خجولة هذا بالمقارنة مع الماضي ولكن مثلا إذا قارننا مع العام الماضي فالتحركات هذا العام أفضل ولكن التراجع يعود إلى الأسباب التي ذكرها الصديق الأستاذ محمد مشارقة هناك فراغ قيادي كبير هناك غياب للمؤسسة الوطنية الجامعة لبرنامج القواسم المشتركة للوحدة الوطنية بل على العكس من ذلك الانقسام يستنزف الطاقات الفلسطينية ويجعل الشعب الفلسطيني في حالة إحباط من قياداته ومن قواه وفصائله بدلا من أن تتحد في مواجهة الأخطار الجسيمة التي تهدد القضية والأرض والشعب بصورة غير مسبوقة وخاصة بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الأخيرة التي تعتبر هي من أسوأ إذا لم تكن الأسوأ منذ تأسيس إسرائيل والتي يغلب عليها العناصر المتطرفة والمغرقة في العنصرية والتي تعلن نهارا جهارا بأنها تريد إبادة الشعب الفلسطيني ووزيرة العدل تريد إبادة الأمهات تحديدا لأنهن يلدن سعابين وإرهابيين وغير ذلك من المؤشرات التي تدل على أننا مقبلين على مواجهة أوسع ومتعددة الأشكال بدلا من التوحد في مواجهة هذه الأخطار يستمر التراشق الإعلامي والتحريض الإعلامي وهذا الذي يفسر العزوف الفلسطيني عن المشاركة ولكن هذه المسائل ليست هي الصورة الوحيدة لا يزال هناك أشكال من الصمود أشكال من المقاومة لا يزال هناك أكثر من 6 مليون فلسطيني في أرض فلسطيني التاريخية رغم كل المجازر رغم كل المعاناة رغم كل الإجراءات الإسرائيلية وهذا يدل على تمسك الشعب الفلسطيني بقضيته وأيضا في الشتات هناك أشكال من الصمود وأشكال من إحياء حق العودة والتمسك بالقضية الفلسطينية وهناك المقاطعة وهناك المقاومة بكل أشكالها هناك سمود غزة ومقاومتها كل هذه المسائل أيضا يجب أن نتذكرها حتى لا تكون الصورة قاتمة تماما هي قاتمة ولكن هناك عناصر مضيئة يمكن البناء عليها نعم دعني هذا بلا سيد أحمد في الناصرة سيد أحمد حتى بتطورات فعاليات أحياء النكبة في العام الحالي في الضفة وغزة إلى أن الفعاليات يقال أنها في الداخل كانت أقوى من ما هي عليه في الضفة الغربية وقطاع غزة ما أسباب ذلك؟ يعني بالفعل وجود ظل الحكومة اليمينية العنصرية أيضا الحكومة التي انتهت بالأمس والتي بدأت في الأمس وأعتقد أهمية ترسيخ الرواية الفلسطينية من جيل بعد جيل أصبح يحفز بالذات الشرائح من الشباب والنساء في المشاركة في مثل هذه الفعاليات في الداخل الفلسطيني بالفعل نحيي ذكرى النكبة في تاريخين ونشدد على ذلك يعني في العام 2013 أكرت الحكومة اليمينية برئاسة بن يمين نتنياهو ما يسمى قانون النكبة والذي يقضي بمخالفة كل من يقوم بإحياء ما يسمونها يوم الاستقلال بالنكبة أو في معالم حزن وأسى كما يذكر القانون فبالفعل نحن نحيي ذكرى النكبة مرتين المرة الأولى أحييناها في تاريخ ما يسمى الاستقلال لنؤكد أن استقلالهم هو نكبتنا وثانيا اليوم في ذكرى النكبة في 15-5 كانت هناك عديد من الفعاليات شاركنا نحن في الحركة العربية للتغيير بمشاركة من النائب أحمد طيبي والمحامي وسامة السعدي عن القائمة المشتركة في يوم تطوع في الغابسية القرية التي هجر أهلها مرة تلو المرة والتي ما زالت قسم من معالمها هناك المسجد والمقبرة إلا أنه منذ أيام قليلة أقدم مجموعة من المخربون في تخريب المقابر هناك لمحاولة طمس معالم هذه القرية خصوصا أن هناك بالفعل التواصل ورغبة لدى الشباب في ترسيخ الرواية الفلسطينية والتواصل جيلا بعد جيل لنفند المقولة بالفعل التي تقول أن الأجداد يموتون والأحفاد ينسون لنؤكد أننا لم ننسى ولا ننسى نعم شكرا جزيلا لك عضو اللجنة المركزية للحركة العربية للتغيير المحامي أحمد مهنة كنت معنا من الناصرة شكرا جزيلا لك سيد محمد تحدثت عن أسباب هذا الحراك بين قوساني الخجور رغم تطورات هذا العام في فعالية إحياء النكبة لكن بعد حوالي سبعة عقود